الملك الحسن الثاني طيب الله ثرى أرادها مسيرة سلمية وخضراء هذا ما قاله رئيس المجلس العلمي المحلي للرباط العرب المدن في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة علمية حول موضوع المسيرة الخضراء مسيرة وحدة وتضامن ونماء مشيرا إلى أنها حدث عظيم في تاريخ المغرب الحديث ورمز للتضامن المغربي وشعار خالد للتآذر هذه المسيرة التي نترحم على مبدعيها في هذا الصباح بجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه كانت ناتجة عن فكر ثاقب وعن وعي وعن عقل وعن روية احتفال المغاربة بهذه الذكرى الوطنية المجيدة لا يجسد تخليد مسيرة مضت وانتهت قبل 48 عاما بل هو حدث سيظل على الدوام رمزا وتدشينا لمسيرات أخرى تشهدها بلادنا اليوم مسيرات البناء والتشييد والتطوير وإطلاق المشاريع والأوراش التنموية الكبرى في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية ترجمة نانسي قنقر